صباح الخير يا حجحاس صباح الفل يا مزمزيد صباح الخير يا مصطفى صباح الخير طلبات بجول عايزك تقطع لي نص موجيشة الفخت ونص من بيت الكلام وعايزة كل واحد بس مفروم كل واحدة زودة بطناطس حاضر اتفضلي بقى شوري على الحتة اللي انت عايزاها عشان الحتة اللي هتتقطع مش هتترمي هتتوزن وتتلاف ولا تحب تفكر الاول هفكر فيها يا رجل انت مانا قلتلك عايزة نص ونص وكيلو يا زودة واتنجس سام عبدالوفيق يا جيلال يا اخو ايسا انت بتشوحنا بالسطور ما لقال يا املا الحاجيني الحاجيني يا املا الحاجيني الحاجيني دي ايه الحاجيني مصطفى تكسر بقتيني وغزقني ورمال اللحمة في وش في الشارع ورفع عليها السطور كان عايزة اتباحني وصلت الكلام بيجروا عليها ويجروا الرأيكة بس في الشارع وانت بترسي عبدال ايه 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 بس انا حتصرف حتصرف ايه 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 والله يا ستها انا مجتعتي لها اللحمة ثلاث مرات وكل مرة حسب ما تشاول لي هي بالزبط والملة وبعدين تغير رأيها اقول لها ليه بس كده يا ست لبيبة تقول لي مقاليش دعوة اقول لها طب اللحمة اللي قطع اديها وديها فين تقول لي يحطها في التلاجة ولا اديها للكلاب اديني عجلك بجا اخر مزهجتي منها روح تحالف يمين مالا بيع لها يعني مش تمتغيش يا مستفى والله العظيم اول اللي قلته لحضرتك بالزبط انا برضو كنت حاسيبه اجتمع يا وفية هانم دي معجولة برضو ده كفاية انها اخطط دكتور علوي حبيبنا وصاحب الافضل علينا ده غير زوج حضرتك وانسانيتك طب يمين اتحاسب عليها جدام ربنا لو كان طول لسانه عليها بكلمة لكنت قطع له لسانه بالسطور مصدقاك يا حاج معلش ما انتو عارفين لبيبة وطبعها استحملوها عشان خطري ده احنا انشلوها على رسمة بس بقول يعني هي لازم تيجي تاخدي اللحمة ما حضرتك تبعت لنا خضر ولا طلب الطلبية اللي انت عايزها بالتلفون واحنا نوصلوها لحد البيت